عاجل، الدولة توقف تصوير مسلسل الملك أحمس قامت الدولة بوقف تصوير مسلسل الملك أحمس وتلزم الشركة المنتجة بتحمل كافة التكاليف والأجور بسبب الأخطاء التاريخية شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن مسلسل أحمس وذلك بعد التعرض المبهر الذي نظمته مصر في موكب نقل المميوات في حدث عالمي خطف الأنظار وقررت اللجنة المعنية في الدولة إيقاف تصوير مسلسل أحمس بعد الكم الهائل من الأخطاء التاريخية الذي شهدها في رومو الرسمي للعرض ساعته في رمضان المقبل وقال مصدر أن الجهات المعنية قررت وقف تصوير المسلسل مع إلزام الشركة المنتجة بتحمل جميع تكاليف التصوير التي تم إنفاقها على العمل حتى الآن كما تعرض مسلسل الملك لحملة من الانتقادات على رأسها لحية الفنان عمر يوسف رغم تأكيدات الباحثين في تاريخ مصر القديم أن الملوك كانوا بلا لحية وطالت الانتقادات أيضا أزياء الفنان ريم مصطفى في المسلسل الملك مع صعود موجة الهجوم ضد الأزياء والذكورات المسلسل التاريخي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور من أعمال المخرج المصري شادي عبد السلام التي تتناول تاريخ مصر القديم وبكده يكون خلص الفيديو اللي معنا وأرجو اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز